السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام حياكم والله اليوم معنا فيديو مهم جدا وهو طريقة استخراج اذن النقل يعني احنا ذكرنا فيديوهات سابقة كثيرة شلون بدك تستخراج اذن النقل طبعا احنا راح نتعرف الطريقة ها وطريقة شلون الحصول عليه من اي دولاد زاد اذن السفر ان شاء الله بهذا الفيديو لذلك تابع معي الفيديو لانها لمعرفة جميع التفاصيل ان شاء الله لسه مشارفة الفيديو لتعمل فائدة على الجميع طبعا اول شي اذا كنت انت بدك تقوم باستخراج اذن نقل من الايد ولاد لازم لازم ان دكون عندك شفرة الايد ولاد تمام ها هي اول نقطة مهمة طريقة الحصول على شفرة الايد ولاد هو من طريق فرأ البيتاتي اللي ما يعرف طريقة حصول على شفرة الايد والاد تاخذ الليك وتروح على الفرأ وتاخذها بدون اي مشكلة اثنين اذا بدك تستخرج اذن نقل لديك اربع شروط حان تقدر تحصل على الموافقة باستخراج اذن طبعا ملاحظة مهمة جدا اكثر عن مقام يقولولي الفيديو اللي نشرته هذا اذن سفر مو اذن نقل لا انت تقدر تدخل رقم 157 وتتأكد انه هذا اذن السفر واذن النقل سوا صارت بس طبعا ببعض الولايات ما قام تعمل بهذا الشيء حسب كل ولاية انا كولاية اسطنبول وبعض الولايات قام تعمل بهذا الشيء انه عن طريق اي دولات تقدر تحصل على الاذن النقل والاذن السفر سوا هو تمام طريقة استخراجه السهلة جدا اول شي لازم يكون اه كملك احد اه اقرباء من الدرجة الاولي يعني اب او ام تقدر تقوم بالنقل عليهم يعني على على الولايات بس طبعا اه الملاحظة ايضا مهمة يعني مو ضروري يجي من اول مرة طلبك بالنجاح يمكن تحاول مرة ومرتين وثلاثة وما يجي بعدين يجي اخر شيء ما باية مشكلة بس بدك تحاول انت طبعا لازم تقدم المستللات لازم يعني كصورة كملك يلي بدك تنقل عليهم تحطوه بالطلب وايضا هاي المشكلة راح ان شاء الله انتحيلها بهذا الفيديو لان اكثر العالم قاعم ادراس لني ت يطلع كبير ما قام يصير حتى وقد قاد يحاولونه بصيغة البي دي اف انا راح احط الحل ان شاء الله بهذا الفيديو عن طريق الجوان تقديم اذن النقل اثنين اذا كان كملك احد الزوجين اه نفس الولاية مثلا او اه احد الزوجة مثلا كان اسطنبول وزوجة كانت غير ولاية تقدر تقوم بالنقل الى كملك زوجها طبعا حسب شروط وحسب مثل ما غالا لكم حسب الموظف يعني مو بعض الاحيان يجي قبول بهذا الشيء ثلاثة عن طريق اذن العمل وهي الطريقة المضمونة مئة بالمئ منشان اه تقوم بالنقل من دون اي مشكلة تمام اذن النقل اذن العمل طبعا لازم انتك اذن العمل تقدر تقدر عليه من دون اي مشاكل انقبل اذن النقل ان شاء الله وايضا اذا كنت طالب او طالبة وعندك ورقة يسمونها تبع الطالب يعني شهر الطالب اورنجي بالقسة هيا اذا كانت عندك تقدر تقدر تقدم اذن النقل من دون اي مشاكل وخمسة طبعا هي قلناها اربعه يطلع خمس امور وطريقة مثلا العلاج لا سمح الله اذا كنت مريض وبدك احالة الى مستشفى وما يتواجد العلاج الا في هذه الولاية تقدر تقدم اذن النقل عن طريقة اي دولات اللي راح نشرح ان شاء الله بهذا الفيديو لذلك تابع مع الفيديو اللي انهاي ولا تقدم ولا تاخر مشان تعرف جميع المعلومات والمشاكل اللي راح اتواجهونا وطريقة حالها تمام تمام حاليا هذول الامور اللي احنا ذكرنا وببعض الاحيان في حالات فردية قعم يتم القبول وفي حالات نفس الهاية وما قعم يتم القبول بس ما عليك ترجع تحاول وان شاء الله يتم القبول مثل ما اغلاقم خصوص الولادة اسطنبول وعنتا وانه قعم يصير صعب القبول عليها بسبب الاعداد الكبيرة لتواجد السورية تمام حاليا راح ننتقل على الجوال بعد ما ننتقل على الجوال راح نتعرف على جميع الخطوات مشان انت ما اصر عنده تقع مشكلة مثلا ما قد لكم ملف كبير ما قام يرسل الطلب في خطاء تابع مع الفيديو اللي انهاي خلينا نقوم بالانتقال بعد ما فتحنا على المتصفح جوجل كروم نكتب الاي دولات نكتب اي دولات راح نضغط عليها راح يفتحنا بهذا الشكل نختار اول خيار تمام بعد ما نختار اول خيار اه نضغط على جوجل كروم ايضا راح تفتحنا بهذا الشكل تمام نحن راح نعلم على ثلاث نقاط اول شي هو يطلع لك بدك الشيفرة رقمة تي جي والشيفرة تحطها دخلها تمام اه بعد ما دخل الشيفرة ورقمة تي جي تبعك اه بعد بعد ما ادخلها اه تعطي العرض الالكتروني للموقع يعني راح يفتح لك بشكل كمبيوتر تمام كانتك فاتح من كمبيوتر او لابتوب بعدين هنطلع لك هي اللغة التركية انت بس تقوم بالتحويل الى اللغة العربية عن طريق اه من صفح جوجل كروم لانه بهذه الميزة تمام تحول على العربية مشان تعرف اذا ما كنت عارف اي شي بعدين تكتب هنا يول نفس ما نكتب انا اذن اذن تمام آه بعد ما اكتبه رح طالد اوش طلب وثيقة تصريح ممرور نضغط عليها بعد ما اقوم بالضغط عليها رح يفتح لنا بهذا الشكل تمام رح يفتح لنا بهذا الشكل نضغط على الخيار المدير العامل ادارة الهجرة نضغط عليها بعد ما ضغطنا عليها رح نعطي خيار اسمه تطبيق جديد تطبيق جديد الى ما كنت مقدم طلب نضغي التطبيق جديد. بعدها راح تفتح لنا بهذا الشكل الصفحة. تمام? راح تفتح لنا بهذا الشكل. آآ راح يطلع لك اول شي معلومات طلب تصريح الطريق. يعني هو اذن سفر وازن نقل سوا. اول شي نختار السبب. راح تختار هالمرة تحط على اخر. تمام? تحط هالمرة اخر وبعدين راح تحط آآ تحط هاي الكلمة اللي انا راح اخليكها بالوصف. يعني لازم بدك تغير المدينة ونقل. تمام? حاليا تحط على اخر تحط هاي الكلمة. ببعض الاحيان العالم بس حط اتحاد اسرة. قايم يقومون بها القبول من دون اي مشاكل. واذا كنت عندك اذن عمل بس تحط عمل. او كان مشان التعليم عندك البطاقة الطالب تحط تعليم. اذا كنت آآ مريض لا سمح الله تحط على الصحة. او كانت عندك بدك تروح تاخذ اذن سفر مشان زيارة. اما مشان اذن النقد حاليا تحط تكتبك كلمة هاي سبب اخر مثل ما قلت لك. بعدين تحط المدينة اللي بدك تنقل عليها. تختار المدينة اللي انت بدك تنقل عليها حسب كل شخص. تمام? حسب كل شخص وان بده ينقل. بعدين راح اطال لك تاريخ البداية. يعني تاريخ البداية يعني انت تحب يبلش الاذن. تمام? تختار انت مثلا تاريخي اليوم البعده. او تختار اي تاريخ انت بدك اياه. مثلا اليوم مش قد بشار نشوف احنا مثلا اليوم اربعة. آآ نختار مثلا عندك هنا عشان نضغط على ثمانة يبلش بعد اربعة تيام. وتاريخ الانتهاء تختار انت تاريخ انت عشر تيام خمستاش يوم عشرين يوم حسب ما تكون انت مشان تحجز بالاميات اذا تم القبول. حط يعني انت مدة حسب اللي بدك اياه انت تختار مثل ما قلت لك. طبعا كل الفين وعشرين انت تكتب التاريخ هنا راح تكتبه انت. مثلا نقلنا اه اربعة تمام? نحط مثلا هنا اه نحط مثلا عشرين. نحط عشرين اه اثنين. نحط الفين وواحد وعشرين. تمام? الفين وواحد وعشرين. اي تاريخ الانتهاء ايش نصار وهالتاريخ البدء نمسحها نحط اه واحد بداله نغير التاريخ احنا. تم غير التاريخ كامل تم اصير خربطة عندنا اي شيء. تم اختار اه انه هنا اخترنا عشرين اثنين نختار مثلا وقت البدء اه اربعة خمسة. تمام? خمسة نحط اثنين الفين واحد وعشرين. الفين وواحد وعشرين. تمام? هيش هذه امورنا بالتام. اذا عندك بريد الكتروني حاب تحط بريد الكتروني حاط. ما عندك تحب مو مشكلة. اذا بدك تستافر بالسيارة تبعيتك وتروح ما بمشكلة. ما بدك خليها فاضة مهمة. عدنا هنا الامر المهم. هذا الدوسية ليكلمة. يعني ملف اه الصور اللي بدك تقديم. مثل كان ازن عمل او كان وثيقة طالب او كانت كمالك اللي بدك تنقل عليهم. تضغط على الخيار هذا الدوسية. راح يطلع لك انك بدك تحملون تطيم التنزيلات. وتتحمل اللي الملف اللي بدك يا. بعض الاحيان قام يطلع لغاة هون بالاحمر انه الملف حجمه كبير. انت اشكو راح تعمل يا امه. واحدة من الاثنين. يا اما تقوم بتغيير الجوال. تمام? يا اما تقوم بتغيير المتصفح. اذا واجهتك نفس المشكلة هاي بدك تفتح من اللابتوب حصرا. بس يعني اغلب بالعالم انه ما قام يتواجه ها المشكلة. بس ببعض العالم قام يراسلون انه قام يكتب لهم هون حجم الملف صغير. تمام? بس المشكلة هاي انه بس تحاول اه تغير الجوال او تغير المتصفح تبع الجوال. واذا ما مشت الامور على اخر شيء. حطها من جوال وراح يمشي الحال باذن الله تعالى. تمام? بس صور الصور تكون صور واضحة. اهم شغلة هاي. وبعدين تعطيه عالتقدم. وراح يتم يوم والثاني او بعض الاحيان قام تاخذ ثلاثة ايام او اربعة مشان يردوا لك الطلب. بعد ما تخلص وتقدم الطلب انت شلون بدك تعرف اه الطلب وين? ترجع تفوت على على اليوم الازن مثل ما فتنا اول شيء احنا. تمام? بعدين نعطي طلب تصريح اللي هاي راح يطلالك هنا مثل المربعات حالة الطلب. مكتوب اذا تم قبول راح يكتب لك قبول. واذا ما تم راح يكتب لك وراح يبعثو لك رسالة اس ام اس. على هاتفك اذا كنت محدث البنات تبعاتك. راح يبعثو لك رسالة انه تم القبول او تم الرفض. تمام? بعد ما اذا هنا مكتوب الطلب حاليا يعني لساته ممبين. احطي لك شخطات ما بايشي. ان كان بيرفض راح طالك الردد واذا جانبي قبول راح طالك مكتوب عليك قبول وتقدر تحمل بس تحميل ملف بصيغة بي دي اف. من هنا الطريق يعني مثل ما قلنا لكم هاي الطريقة. واذا انتم بدك تتأكد اكثر اتصل على رقم مية وسبعة وخمسين. وشوف ولاي تقولهم بدي اذن نقل. طبعا مية وسبعة وخمسين هذا رقم تابع لي الحكومة التركية ودائرة الهجرة. اذا عندك سؤال قانوني بايشي راح اقومون بمساعدتك هما. اسألهم بدي استخراج اذن نقل. اذا قلقك عن طريق الاولاد فهذه هي الطريقة. وانت اسألهم اذا ما كنت يعني متأكد او ايشي. او ما كنت يعني يعني واثق بهذا الفيديو اللي اقلب انا قل لي هذا اذن سفر. مو مظبوط. انا قدمنا لاكثر من الشخص. والحمد لتم القبولهم باذن النقل. وقلب الكمالك تبعاتهم من دون اي مشكلة. تمام? بس حبيت اناول هاي نقطة. كل واحد يعني يقول كذب او اي شي. يجدك على رقم مية وسبعة وخمسين وهو يقوم بالتأكد بنفسه. واذا عندك اي سؤال او يسفسار احنا راح نقوم بمساعدكم ان شاء الله. برد عليكم بالتعليقات. ولنسى مشاركة الفيديو لتعمل فائدة على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.